اخواتي والاخوات السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اليوم الجديد اليوم الجميل سوف نتحدثوا على ونقشوا هذا الموضوع اللي بزفة الناس ما نقشوش من قبل بزفة الناس ما عرفش وش اللي جهل اهمية الموضوع ولا فعلا ما تعرفوش ولا كيتجاهله ولكن اللي كنقول انا واللذي اؤكده انا ان الناس الكم يعرفو القانون الناس اللي دارسين القانون الناس دارسين التاريخ تعرفو هذه القادية خاصا الناس دي للقانون كيفاش غادي نشرحوا هذه القادية هذه هي القادية دي الملكية في المغرب اللي عندها وحد وحد وجود تاريخ يعني الوجود التاريخي الملكية في المغرب هو اللي يعطيها المصداقية ولكن بزاف الناس ما كيتساءلوش راح الملكية في المغرب غير قانونية وجود الملكية في المغرب غير قانوني هنا غادي نحاول وحد وحد اللاعبات هنا بعض الناس كتقول لهم وكتظروا معهم عن الملكية وها راح تنجليز عندهم ملكية وحتى إسبانيا فيها ملكية وحتى بلا جيكا فيها ملكية والسويد فيها ملكية والدنو TV وهولندا فيها ملكية ولا جاءت من الشرق الأوسط ولا جاءت من إفريقيا ولا جاءت من شي بلاد أخرى هدا والسؤال المطرح العائلة الملكية الإطلاع أصلها علم. عن أن العائلة الملكية الإatلاع أصبح الملكية الإيج digestive تخلقها مثل تلك الأرض acas تلتح بالتالي والأطاقة versionها الملكية الإسبانية جاءت فرنسا الملكية الإيس بان أخرى كما نلتح voix في بات الأجور Horizonها أيضا يعني عائلة الإسبانية datasبعية هي عائلة الإسبانية اتسافي إلى ذا القدية دانمارك الى الملكミヤ الدمرك game لنصبحت بالملك الدامارك الى الهولندا winters وضج جاء هولندا يعني الناس جميعهم يعني تولدوا في ذيك الأرض إلا مشينا للسعودية وفضرنا على الملكية في السعودية غلقوا العائلة الملكية في السعودية الأصل لها للسعودية ما جوش من شي بلد خرق يعني هذا يعني بلا ما نحاولو ندخله في ذيك العائلة الملكية السعودية لأنني كنعرفوها كيفاش تصنعات لأنها غير مصنوها لأنها تهي يعني الجهات الإنفرالية هي اللي خلقات ذيك العائلة لأنها كانت ارتباط ما بين الإمبريالية والعائلة الملكية ولكن نحن غير فضل النطاق دي العائلة الملكية إلا مشينا للأردن هاو الملكية الأردنية الاصل ديها الأردن إلا مشينا مثل المسر والعائلة الملكية التي كانت تحكم في مصر كانوا مصريين يعني ما جوش من شي بلد خرق ولكن هذا هو السؤال اللي غاد ينطرح على المغاربة والمغربيات إخواني المغاربة إخواتي المغريبيات هذا هو السؤال اللي غادي نحاوله نطرحوه دعبا واش العائلة اللي كتحكم المغريب مغريبيا يعني ده هو السؤال اللي غادي نحاوله نطرحوه للناس المتقافين النس اللي كيقلبوا في التاريخ ناس اللي كيقلبوا في الجغرافية نسلك يقلب وفعر من الآثار نسلك يقلب. يجب أن نشوف مثلاً جميع العائلات الملكية في جميع أنحاء العالم. في أي دولة من جميع أنحاء الكرة الأرضية من اللي سنقلب على الأصل لله إلى الملكية للقوة الآلية الملكية الأصلها هو الأرض التي هي تمارس فيها الملكية. سير طايوان سير أي دولة على وجه الأرض. أي دولة على وجه الأرض فيما بغيت فيما بغيت يتمشي. خسرت أنت أي دولة على وجه الأرض لحد الآن. في المكتش تلقى الملكية تلقى المالك الأصل لياله وهو الأرض اللي كيتملك فيها. إلا حالة واحدة على وجه الأرض. حالة واحدة واستثناء على الكرة الأرضية وهو المغرب اللي كتحكم وحد العائلة اللي كتتمارس الملكية في واحد الأرض التي لا تمتلكها ولا أصل لها فيها. يعني إذا جينام إتى هذا الكتاب اللي اسماته در كبير أن الإنسان تخضر أن تكون في ملك. ولكن تمشي رأتي الأرض التي خالية للي لا يكون ساكن فيها حتى شي واحد وكتمشي وتدر انترسك عليها ملك. ولكن تمشي رأتي لأحد البلاد اللي فيها السكر الأصليين ديالها. فيها الناس ديالها. فيها يعني العرق ديالها وكي تجي واحد إلى أجنبي يقول لك أنا مالك على هذه الأرض والدليل وهو أن مالك المغريب أنه من اللي تبقى تهضر على الملكية يقول لك أجددنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يؤكد أنه ليس مغريبي لأن لو كانت مثلا الملكية مأخذة المغريبية خذ جد الملكي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خذه يكون مغريبي نحن متفقير هذه القادية أنت تؤكد أنك لست مغريبي وأصلك ليس مغريبي وكتجي وتستشهد بأجدادك في الشرق الأوسط وكتقول أنا مالك على وحد دولة التي لا علاقة لي بها لا علاقة لي بها أصلا يعني هنا خذ الإنسان يعني بزاف الناس معمرهم حاولوا يناقشوا هذه القادية رغم أنها متبفرة تمشي للكتوب يعني يعني كيف كيف تصنع الأمام ولا كيف يعني التاريخ التاريخ ديال الأمام وكتب تلقى هذه القادية ما يمكنش مالك يجي من بلادك واللي مالك على بلاد أخرى إلا في حالة القوة إلا في حالة الاستعمار يعني دبهنا الملكية في المغرب هي في حالة استعمار يعني الملكية في المغرب هي که اعتداد للملكية في الشرق الأوسط ولكنها في المغرب هي يعني مستعمار يعني العائلة الملكية في المغرب يعني تكون المغرب بالقوة يعني بحيلك نقوله أن衛ائلة الملكية في المغرب هي استعمار لأن العائلة الملكية المغربية مشи مغاربة لأنهم أصلا ليسوا مغاربة هل linguistic نقول يعني ارجعوا مثلا العائلة الملكية إسبانيا. هما إسبانيا. لا إلا الملكية البريطانية. هما بريطانيين. لا إلا الملكية. أي تخيل أنت أي عائلة على وجه الأرض ستقلب على العائلة الملكية. ستجدون أوريجين لهم. هما الناس المالكين الحقيقين دير الأرض. إلا الإنسان المغرب. يعني هذه القادية اللي ما تتناقش. رغم أنها معروفة. أنا عارف الناس مثلا دير القانون رات يعرفوا هذه القادية. يعني لا يستمشي عند أي محامة. ولأي إنسان دارس القانون تسغلوا على هذه القادية. غدا يعطيك الشرح ديالها مبسط وسهل يعني. ما يمكنش تكون مالك في واحد الأرض اللي ماشي ديالك. إلا في حالة وحدة. وهي في حالة الاستعمار. بحال مثلا. من اللي البريطانية كانت مستعمرة. مثلا. أستراليا. يقولوا التاج البريطاني. من اللي كانت مثلا. النجليز مستعمرة أمريكا. كانت تتابع التاج البريطاني. ولكن. نورمال موضة بالمغريب راه تابع التاج. يعني. هو امتداد. للعائلات الملكية اللي كانت في الخليج. يعني أنا بغيت غير. يعني. واحد. يعني. واحد. شي موقف قانوني من هاد القادية. من اللي ملكيه في المغرية. يعني. هاد القادية. ما عرفتش. ما عرفتش. مع مرهمة ناقشات. ما كيبغوش ناقشوها. ولا عارفين هو ما كيبغوش ناقشوها. ولا ما عارفين شو ما كيبغوش ناقشوها. هاد القادية يخصد تعرف كيف حاد الان بعد. يعني أنا اشنا هو يعني لوسطاتوي. يعني لوسطاتوي. ديال الموناركيا. في دولة. يعني له ملكيه في المغرية. واحد. دولة اللي مشي ديارك. ببساطة يعني. غير. 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 عنسان إلا كنتي انت. واعية ولا كنت. يعني. ولا مع عرفش. لا. أنا عبد ركي لما كنتي ما عارش شترا. أخرى لم تكن معرفة القادية ولكن أخرى قالوا هاليا سمعت أنه لا يمكن أن تكون مالك في أحد الأرض للمشي ديالك إلا في حالة واحدة هي هي الاستعمار وكيف مما كان عرفوا أن مثلا المغرب وهو واحد دولة اللي كانوا عندها سكانها الأصليين وتعرضت للاستعمار المتتابع دي العائلات اللي جات من الشرق الأوسط إذا كنت نرى مثلا عائلات الملكية اللي دست في المغرب هي كلها عائلات جات من الشرق الأوسط لبعض أحيان اللي كانت فعلا عائلات مغربية دي كل عائلات يعني الأمازيغي اللي كانت حكمت المغرب هم اللي عائلات فعلا مغربية ولكن إلا كان ما تعلن داب العائلة المغربية كتقول أنها امتداد لإمارة المؤمنين اللي في الخليج ولا امتداد لإمارة المؤمنين وأن جدي هو محمد صلى الله عليه وسلم لذلك هنا أرى الملكية في المغرب غير قانونية يعني إلا بغيت تكون مالك ستكون مالك في الأرض الواقل في الأرض ديالك يعني هنا كان بغير واحد النقاش كان بغير واحد الناس اللي يشرحوا لي هذه القادية لأن إلا جينا نشوفوا مثلا القانون الدولي في هذه القادية إلا جينا نتقلبوا في القانون الدولي رغلقوا هم شي قانون غلقوا استعمار يعني المغرب ره مو استعمار من طرف عائلات من الخليج يعني هذه ببساطة إلا جينا نتقلبوا مثلا على الرقن القانوني لوجود الملكية في المغرب هو وجود استعماري لأن القانون تيقول لك ما يمكنش ليك تكون مالك في أحد الأرض اللي مشي ديالك إلا بالقوة إلا كتكون مستعمر ذلك البلاسة كتكون مستعمرها بالقوة كتكون عارفة مشي بلادك ولكن كتكون مستعمرها بالقوة وكتمارس فيها الملكية أما بش تكون فولا هاد بغيت غير يعني إلا كان مثلا شي شرح أنا مثلا ندفت مثلا غير بإسبانيا بريطانيا يعني عائلات اللي فعلا تنتمي إلى الأرض وهي اللي تمارس في الملكية ولكن نحن في المغرب لدينا السيدة فيرون لأن العائلة الملكية في المغرب مغربة هذا ليس شي أنا اللي كنقول هاد هادرة همتي يقولوها هادرة همتي يقولوها لأن همتي يقول لك إحنا جدي هو هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببساطة يعني لو كان النبي مغربيا إلا كنا قلنا أوكي الماليك عندو عندو وجود قانوني في المغرب ولكن باش تجي تقول لي أن جدي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كتحكم المغرب دونك هادرة استعمار يعني ماذا يعني أنك تجي من واحد بلاد وتفرض السيطارة في بلاد خورا ماذا يسمى هذا هذا يسمى استعمار هذا يسمى يعني اغتصاب الأرض بالقوة واغتصاب الشعوب هذا هو ما يسمى يعني بالدكتاتورية يعني الحقيقية مئة في المئة أنه واحد كي يجي كي يسيطر لوحد الأرض بالقوة وكي يبقى يستغل أرضها وشعبها وخيراتها وكل شيء ولكن هو دائما عنده وحد فكرة أنه هو رمى الأصل ليه ليس مغربي تقول لي أن الأصل ليه ليه روى جدي أنه يصر له عليه وسلم يعني غير بغيت مثلا واحد من نقاش الناس ليشرحوا لي هاد القادية يشرحوا لي يمشوا مثلا يقرأوا بعض المؤلفات التاريخية بعض المؤلفات القانونية ويعطونا الوجود القانوني دي العائلة الملكية في المغرب لي أصلها ليس مغربية وبشهادة التاريخ أنهم ليسوا في المغرب وأنهم جاءوا من الخالج وحكموا يعني ببساطة هذا هو ما أريده أن يناقشوا بغيت أجوبة على هذه القادية أخو الأخوات بارك الله عليكم من الفيديو آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر